جاي النهاردة دلعك وضلع الدايت ايوان الناس اللي بتابع معايا بكتب لها ايس كريم في الدايت عادي جدا بس من مرة المرتين في الاسبوع بس وتعال اقول لك ليه اه بتكلم عن حاجات اللي بحبها بس حظم الناس اصلا ما بتكملش قصة الدايت وان انا امشي والتزم بسبب الروتين السابت اللي ما بيتغيرش جسمك ومخك محتاجين من وقت للتاني انت تتفاجئهم كده مرة او مرتين في الاسبوع بحاجة كنفسك فيها او حاجة تكون حلوة بالنسبة لك اولا المخ ساعتها بيفرز او هرمونات سعادة كده بتخليك تكمل او تواصل وبتخليك تستني اليوم اللي بتيجي تدلع نفسك فيه تاني حاجة احساس الحرمان اللي انت بتحسه ما بيبقاش موجود لان كده ولا كده انت على مدار الاسبوع انت بتاكل كل حاجة ولكن بزبط كمياتك واحدة من دي عبارة عن مية وخمسين جرام بيهديك بالزبط تلتمائة سعر حراري يا سيدي قول تلتمائة وخمسين سعر حراري مش حاجة بالنسبة للسعرات بتاعتك يعني اعمل حسابك بولتين كده كل اسبوع فيهم من تلتمائة لتلتمائة وخمسين سعر حراري وتعدي وركز على الفراولة لان سعراتها اقل ويفضل ان انت تعمله طبيعي في البيت زي ممكن تعمله طبيعي هتجيب مستين وعليهم شوية لبن وتسيبهم في الفريزر وتطلعوا بقى اسكريم خلاص تشغلش بالك ويفضل برضو الفراولة لان سعراتها اقل طبعا سعيتها هتتحكم في السكر سواء سكر دايت او بدون سكر خالص دلعك انا هو اي خدمة اسكريم معمول من لبن ومن فوقف هتاخد المضادات الاكساد هتاخد الكالسيا ما تاخد الفوسفور هتاخد كل المفيدات اللي في الحاجات دي فلاص هتبقى سعيد كمان كل اسكريم وتسمعش الكلام المعقدين او الفزليك اللي بيبقى في ايده السندويتش السوري ويقعد يقول لك يا دكتور انت بتكتب للناس اسكريم في الدايت اه يا سيدي انا ما ادلع الناس بتاعتي برا عنك حلوة الله افضل معنا كل سنة وانتوا طيبين كان معاكم دكتور محمد اسماعيل قناتك بسؤل التغزية اسأل على المتابعات الانلاين والحق نفسك في شهر رمضان عامين خصومات كويسة جدا على المتابعة الانلاين تطلع من شهر رمضان ان شاء الله فرما وخاسس او واصل لهدفك ايا ان كانت سواء انا عايز تخس او تدخن احمل فولو لايك وشير اكتب لي اسئلتك في الكمنتات سنة وطيبين رمضان كريم سلام